مرحبا معكم الدكتور رادم علم رئيس فرع العلوم الطبيعيه والبيئة في كليتورانيم وأستاذ في هضاب زبولن راح أعلمكم عن موضوع اللي ابتدائت فيه عن الكون وهلأ بده تقدم الإنسان في الكون أو الإنسان بالفضاء على اساس نتقدم مهم جدا يكون معاك ورق وقلم لانه راح أطيكو حجي صغيرة للتفكير أو سجله نقاط شو راح أعلمكو أو أعطيكو معلومات اللي ممكن جدا تساعدكو وتفهموا الموضوع هذا اللي مثير جدا في اللقاء هذا راح نحكي عن الوسائل اللي الإنسان طوره الوسائل التكنولوجيه وعمليا ايش هذا بساعدنا وايش هاي التكنولوجيهات اللي الإنسان طوره عشان نبحث في الفضاء لانه المستقبل البعيد هو إلكو وبده يكون بالفضاء فلذلك الموضوع هذا مثير جدا مهم جدا نتعرف عنه ونصال نحن مفتش على حياه كمان بالفضاء اللي زي ما تشايفين هذا جهاز هاته نسألكو او هاته نسأل اللي معاكو كمان ايش هذا جهاز شو عمليا اسمه وين موجود معنا دققتين ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 قسم منكو سمع او شاف او تعرف هذا هو صح تلسكوب تلسكوب هابل اللي موجود بالفضاء وتعالوا نحاول نفهم الاساس عمليين كيف هذا الاشي بدي جاليليو هو عمليا اول من قام في دراسة الفلك وقبل 400 سنه في منطقة شمال ايطاليا العالم هذا عمليا بنى اول جهاز اللي بواسطه كان الاشياء البعيدة البعيدة يقدر يقربها وعمليا ب1610 كمان كتب كتاب هاللي فيه وثق شو شاف من المشاهدات انتبعتو وعمليا بواسطة التلسكوب هذا شاف كواكب سيارة شاف نجوم يعني شموس شاف اقمار عمليا اللي بتمشي حوالي كواكب السيارة وعمليا شاف الارض اللي الى قمر طبعا اللي هو قمر التابع الى الارض فعمليا بواسطة التلسكوب هذا غدر زي ما انتم شايفين بالصورة تلسكوب قديم ولكن بواسطه استطاع انه الاشياء البعيدة يقربها يوضحها وهذا بزيد من المقدرة عنا انه نكتشف من الاجسام الموجودة بالفضاء مثل النجوم يعني الشموس يعني كواكب السيارة يعني المجرات اللي عمليا المجرات مبنيه من شموس طبعا ذاكرين حدتنا عن مجر الدرب التبان اللي لو نطلع السماء عمليا منشوفها ولكن طبعا ممكن نشوف كمان الكواكب السيارة اللي تابعين كل مع الارض المجموعه الشمسي تابعين للشمس ولذلك بواسطة التلسكوب ممكن نشوف كواكب كتير كتير بالفضاء وكواكب السيارة زي مشتري زحل عطار والمريخ وعمليا اليوم التكنولوجيا اتطورت بطريقة كتير كتير مفيدة اللي بتسمح للإنسان يكتشف ويطلع فوق الغلاف الجوي ويطلع على المجرات الأبعد وعلى كواكب السيارة البعيدة وعمليا التلسكوبات اليوم اللي الإنسان قدر يطورها عم بيقدر يطلقها إلى الفضاء وادوين هابل عشانك التلسكوب الموجود بالفضاء واسمه تلسكوب هابل على اسم الباحث على اسم المخترع اللي طور هذا الجهاز وهي التلسكوبات مش تلسكوب صغير إحسام ضخمة كبيرة طبعا بتم اطلاق قسم نحكة عن طريق الصاروخ وهي التلسكوبات بتدور بالفضاء بتدور حوالي الكرة الأرضية وبتبث عمليا للكرة الأرضية بتبث لأماكن اللي بتلطقت المعلومات بسماء مرصد النجوم غادي بتجمع معلومات وبتحول كل المعلومات إلى صورة وكذلك إلى معلومات اللي تسمح لنا نفهم أكتر واكتر شو بيصير بالفضاء عشان تلسكوب هابل الفضاء هو من أحد الأدوات اللي مفيدة جدا واللي بتمثل تطور وانقلاب فكري وانقلاب تكنولوجي في مقدرة الإنسان إلبي حاجته هاللي فيها نكتشف شوفوا بالفضاء كيف تكون تكون مين موجود بالكون من عايش معنا وزي ما انتم شايفين الصورة الرائعة على تلسكوب هابل والكرة الأرضية اللي تحت عمليا موجود في بيصبح زي ما حكينا بالفراغ لانه الفضاء هو عباره عن فراغ ما في احتكاك ولذلك بكفي يصل ويبدأ بدوران والدوران هذا بيستمر بدون توقف لانه عمليا فيش احتكاك مع الهواء لانه موجود في داخل الفراغ فهذا التلسكوب عمليا اه مهم جدا يعني بواسطه منجمع معلومات عشانيك المعلومات اللي موجودة بالفضاء بواسط التلسكوبات عمليا بالأرض كمان عنا تلسكوب تلسكوب المقدر نتطلع بس احنا منتطلع من الأرض ممكن الغيوم وحالة الطقس تأثر كتير تلسكوب موجود بالفضاء بيسبح بالفضاء ما في عنده غيوم فبالسماء فاضي ولذلك المشاهده بتكون اوضح طبعا احنا منجمع المعلوماتي من التلسكوبات بالأرض او التلسكوبات بالفضاء وعمليا المرصد النجوم في عدة اماكن بالذات في المناطق الصحراويه على اساس المناطق الصحراويه مهم جدا بالليل فيش غيوم فسهل جدا نشوف النجوم وكواكب السياره ولذلك في كل المناطق في العالم بوضعه المرصد للنجوم في مناطق صحراويه لانه بالمناطق الصحراويه سهل جدا انه نطلع على السماء بشكل واضح لان التلسكوبات على الكرة الارضيه هاللي سامناها مرصد للنجوم اختياره ما هو سهل يعني مش انا بقدر اختاره بقلب مديني وفيه ضوضاء وفيه اضواء بالليل بدي اختاره في محل بعيد عن المديني هاللي ما فيه اضواء على اساس تقدر تجمع المعلومات وطبعا هذا المرصد يكون اليه قبه فيه فتحه كبير زي ما انتو شايفين بالصوره بوجهه التلسكوب طبعا الى الفضاء بجمع التلسكوب الامواج اللي بتصر من الفضاء والامواجه بتترجم طبعا الى صوره وعشانيك القبه هاي اللي هي قبه كبيره واللي موجوده في منطقة صحراويه وبتكون على مناطق عالي كذلك بساعد كتير كتير لجمع المعلومات المعلومات اللي بتقولنا مين عايش معنا من الكواكب السياره من النجوم زي الشمس اللي عنا موجوده بالفضاء التلسكوب الموجود بالفضاء عمليا 1990 كانت قفزي نوعيه لانه الامريكيين عمليا امريكا استطاعت انه تبعث تلسكوب الى الفضاء وعمليا هذا التلسكوب فيش مين يعيق فيش مين يوقف باتجاهه غلاف الجوي هو خارج الغلاف الجوي فيش احتكاك مع الهواء فيش رياح فيش غيوم فيش شتاء عمليا بيقدر يجمع المعلومات من فوق الغلاف الجوي ويعطينا المعلومات عن الاجسام اللي موجوده في الكون في مجرتنا وهي المعلومات بيسمح لنا انه نقدر نفهم مين معنى بالفضاء هيك تعرفنا كمان على كواكب السياره بتعمق هيك تعرفنا على المجرات يعني تلسكوب هابل هو عمليا المصور الرئيسي لمجر الدربة التباني التابعين احنا الها لمجرات اخرى الموجوده بالفضاء وبواسط التلسكوب هذا زي ما انتم شايفين اتصلنا صور وفي موقع ناسا في دائما بعتوا صور لتلسكوب هابل عن عن قيد المجرات اللي حكينا عنها باللقاء السابق عن الانواع المجرات واشكالها وعمليا هاي المعلومات اتصلنا المهمة جدا بيساعد العلماء يفهموا كيف الكون بدي من المجرات العايشة معنا قدي قريبه مننا وطبعا على النجوم اللي موجودين في مجره الدربة تباني المجره اللي عنا ومين معايش معنا بهاي المجره وهل يطرى في امكانيه نصل لواحد من الشموس اللي عنده كواكب السياره زي كواكب السياره التابعة للمجموعه الشمسيه هلا تكنولوجيه الفضاء بعد ما تم اكتشاف التليسكوب وبيدينا نهتمشو في بالفضاء الانسان ودول كل الدول بيستثمروا في تطوير ادوات تكنولوجيه الانسان بيجمعها بالاضافه للتليسكوب بدي كمان يطلق الى الفضاء ادوات اخرى ويستوطن الفضاء فبدينا نطلق سفن فضائيه اليوم في امكانيه يقدر نبقى بالفضاء عشان الانسان يقدر يكون بالفضاء طورنا بدلات الفضاء وعمليا الانسان شوي شوي بتعاون بين الدول عم بتطور هذا المجال بشكل كبير ويمكن انتو عم تسمعوا صار يخططوا رحل الى القمر القمر فعمليا انا لن نتفاجأ اولاد اولادكم لما تكبروا يطلعوا رحل الى المريخ فازا ما انتم شايفين سفن الفضاء وفي افلام كتير اليوم بنحتوى حضر واحد من الافلام التخطيط اللي فيها بيطلعوا الى الفضاء وعمليا الفضاء رايح يكون مستوطني كبير لنا قسم منا رح يعيش فيه اولاد اولادنا ممكن يعيشوا بالفضاء اكيد رح نطلع الى المريخ زي ما تحددتنا في اللقاء السابق وعمليا سفن الفضاء رح تكون طياره منظمه اكبر اكتر اخوى اكتر اللي من خلاله رح نطلع الى الفضاء هلا في تكنولوجيا بحث الفضاء زي ما انتم شايفين تيليسكوب اللي بيجمع لنا بيستقبل اشارات من الفضاء اشارات اللي انا ما بغضل اشوفها بالعين بيستقبلو موجي بسموه امواج راديو بيستقبل اشعة كيف بيستقبلوها زي ما انتم شايفين عن طريق تيليسكوب راديوي على شكل كبير هذا التليسكوب مهم جدا كبرو كل ما كان اكبر كل ما جمع اشارات اكتر من النجوم كل ما جمع امواج اكتر من الفضاء من المجرات من كواكب السيارة وعمليا بيركزها وهي الامواج اللي بيجمعها الانسان بتقنيات متطورة جمعها عن طريق هذا الصحن الكبير يمكن احنا ما يشوف الصحون كمان نحطها بيوتنا عشان نلقط محطات التلفزيون نفس المبدع كل ما كان الصحن اكبر كل ما جمعت محطات اكتر كل ما جمعت امواج اكتر نفس الشي هون التليسكوب هذا اللي على الارض امكانيه تاني يطور الانسان بشكل رائع هو انه نطلق صاروخ انسان مئات السنين يحاول يطلق صاروخ كل صاروخ كانش يطلع كان يقع جاذبيه كانت تجذبه وبدنا نتخلص من الجاذبيه عمليا الانسان في الاخر غدره يصنعوا صاروخ اطلاق اللي يتخلص من الجاذبيه وطار فوق الجاذبيه وعمليا نوصل فوق الغلاف الجويه في كل عمليا اطلاق صاروخ التحدي الرئيسي هلي فيه خوف كبير لفشل انه ننجح نطلق الصاروخ نسيطر نتغلب على الجاذبيه وحنا بنحكي على صاروخ اللي عليه اكتر من طون وزن عمليا بدك تخذه للفضاء بقوه كبيره والخوفه طبعا الجاذبيه تجذبه ما تخليه يطلعه ولكن الانسان نجح في نهاية الامر في اطلاق السواريخ هاي وصاروخ الاطلاق الاول كان قصة نجاح كبيره لانه بالصاروخ هذا اللي اطلقناه سلنا نقدر نحط على راسه او على جسمه مركبه فضاء فهذا الصاروخ بيطلع بوصل المركبه خارج الغلاف الجويه وعمليا بيشتغل عده مراحل طبعا من بده ماده يحرقها عشان ينطلق عشان ينتج الطاقة فلذلك الصاروخ عمليا اللي بانطلق بانطلق ممكن يكون اكتر من واحد ممكن يكون اتنين تلاتي وعلى عده مراحل بتفكك فممكن يخلص الصاروخ الاول الصاروخ الثاني الصاروخ الثالث كل صاروخ بتم تفعيله تخلص فيه البنزين وبالاخر بيقع والانسان كما ممكن يستعين بالصاروخ الاطلقه ولكن الهدف هو انه نصل للغلاف الجويه نقطع الغلاف الجويه بعد الغلاف الجويه في فراغ يعني بعد الخمسين كيلومتر فبعد الخمسين كيلومتر ممكن ساعت المركبه تدخل الى الفراغ لان تدخل للفراغ تدخل بسرعه معينه ولذلك بتطلع في دوره معينه وين بتصل؟ بتستمر الدور وبالدور طبعا حوالي الكره الارضيه لانه الكره الارضيه الى جاذبيه والجاذبيه هذا بيخلي انه المركب الفضائي الموجوده بالفضاء عمليا بتم اه توصيله بشكل ناجح زي ما انتم شايفين الصاروخ هذا الضخم مع كميه الحرق اللي بتكون وعليها مركبه الفضاء بشكل واضح اللي هاي المركب يمكن تصل على الفضاء وطبعا بواسطة شايفين الثلاث سواريخ بدن ثلاث مرات ثلاث نقلات كل صاروخ الو مجال معين بعد معايد بيقدر يصل لانه كل البنزين اللي فيه بيخلص فبعد ما يخلص البنزين هاللي هو ماده تشتعاله مهم لقذف المراكب الفضائيه عمليا بيجي مركب بيجي صاروخ تاني وبهاي الطريقه احنا هدفنا المركب يتصل الى الفضاء وعمليا الفضاء لما اقتصل للمركبه معناته بنقدر نصور بنقدر نبحث الانسان يستعان بمقدرته من يطلق الصاروخ صار يطلق عمليا قمر اصطناعي كلنا بنستعمل التلفونات الجوال او التلفون الناقل وبدي تعرفوا انه عمليا اليوم في دور كبير كبير طب بهذا التلفون اللي انت تستعملوه لم نستعمل جي بي اس لم نستعمل الويز عمليا فيه اداة اللي بتتواصل مع قمر اصطناعي هذا القمر اصطناعي بيقدر يقولك تماما وين موقعك ويبث معلومات للتلفون اللي عندك وهي كمان يقولك وينت بالضبط وينت موجود وقد يبدك وقد تتصل للمكان التاني لانه موجود منطقة عالي فبيقدر يشوف كل شيء وبيقدر يجبع المعلومات لانه الجهاز اللي معاك التلفون دا كي بيبث معلومات لهذا القمر الاصطناعي قمر الاصطناعي بيقدر كمان يصور فلذلك كل الخرايط اليوم زي جوجل ماب واذا بتطلعوا على جوجل ممكن تماما يصورولكو من فوق كل الكرة الارضيه بتقدر تروح لكل مقطع الكرة الارضيه هذا بسبب قمر الاصطناعي اللي كمان بيحمل كامرات ضخمي وعمليا بتقدر تعطينا التصوير طبعا عشان اطلع القمر الاصطناعي بدي جاهز اطلاق وعمليا لازم اطلقوا لمدار معي كل قمر اصطناعي بيدور بمدار معي يعني السؤال قد ديه باني قوي انا بتفشو للغلاف الفاضي للفراغ وساعته هو بيدور حوالي الكرة الارضيه بنفس الدوره بنفس المدار ولذلك عمليا القمر الاصطناعي الاول اه سبوتنيك واحد اللي اطلقوا الاتحاد السوفيتي بالسامة وخمسين بعد هذا تم اطلاق كتير اقمار اصطناعيه واليوم كل العالم بيشتغل وبتسارع بناتن على اطلاق اقمار اصطناعيه اللي بيدور في مدار ثابت حول الكرة الارضيه واللي بيزود معلومات شايفين فيه له زي الجنحان الجنحانه دولي عمليا فيهن مكونات مركبات اللي بتمتص اشعة الشمس وبتحولها لطاقه طاقه اللي بتشغل عمليا القمر الاصطناعي بتشغل الكاميرات بتشغل عملية التواصل مع الكرة الارضيه لانه عمليا الطريقه الوحيده انه يشتغل ونحط له جنحان اللي فيه اجسام صغيره مجلسات تاخذ الطاقه الضوئيه وتحوله لطاقه طاقه كهربائيه طاقه حركي ايضا وبهاي الطريقه القمر الاصطناعي ممكن نتعامل معه وعن طريق الارض نسيطر كمان عليه ونجمع المعلومات البدنية طبعا اكيد سمعت وشفتوا الافلام الكبيره عن المركبات الفضائيه وعشان نبحث عن كواكب السياره واحنا بهمنا جدا نطلق مركبات فضائيه اللي بتنطلق من الفضاء وبتصل مثلا للقمر تصل للمريخ وطبعا هاي المركبات ممكن كمان تبقى بالفضاء بس عشان يبقى الانسان فيه لازم يكون في شروط حياتيه خاصه بنتذكر بالفضاء في فراغ في الشوكسوجين واكتر منيك اذا انا موجود في منطقه فيه ذاكم او فراغ الضغط جوه اكتر من بره فممكن الانسان يفقى ولدالك بحاجه لبناء بدلي خاصه للعيش في الفضاء ولما بطلع من سفينة الفضاء وفي فيلم كتير حلو اسمه منيك تطلع عليه كتير كتير بيعطيكو تحسوا شو معنى انه الانسان موجود بالفضاء وكيب بعيش بقلب الفضاء طبعا اول نجاح لنا كان كعالمه ب 1969 لانه اول مركبه فضائيه هبطت على القمر كانت خطوه صغير الى انسان على القمر ولكن كانت خطوه كبير الانسانية عمليا ابولو 11 هو كانت خصه نجاح نجاح الانسان مش بس يطلق المركب الفضائيه ويختعل غلافي جويه انما يدور في مدار ويغير مداره ويقدر ينزل للقمر وبهاي الطريقه يرجع كمان للارض اذا بدون اي شك انه المركب الفضائيه الاولى ابولو اللي وصلت الى القمر كانت نجاح ولذلك اليوم الانسان تطور اكتر صار يعمل سفر فضائيه وفيه سفينه فضاء على شكل زي من شايفين طائره مع اجنحه ممكن تبقى فتره طويلي بالفضاء وممكن ترجع اذا اليوم الانسان صار يستعين في بناء سفن يطلع الفضاء من الفضاء يجري ابحاث بالسفينه هاي بيناموا بيقلوا بيشربوا كل الفعاليات بيعملوها وبالاساس البحث فبيجمعوا المعلومات وبعد يرجع الكرة الارضيه بيجمعوا معلومات عن حالة الطاقس عن كواكب سياره عن نجوم على ايش بيصير الكرة الارضيه عمليا هاي الطريقه كتير كتير عمليا مهمه جدا عمليا واليوم سفينة الفضاء ممكن تستعمل عدة مرات واليوم سهل جدا نبعث ناس مع معدات لمحطات فضاء فاليوم كل العالم بيشتغل على تطوير محطة الفضاء المشتركه ففي محطة فضاء مشتركه وما تتخيله انه بالمستقبل يصير يعملوا سفينه الانسان يقدر يطلع فيه لمحطة الفضاء هاللي من محطة الفضاء ممكن عمليا نطلع الكرة الارضيه نراقب الكرة الارضيه ونراقب كمان كواكب سياره هذا هو السبب انه العالم التعاون وبنوا محطة فضاء دوليه اللي دايما فيه كمان اشخاص وعمليا هذا كان في نهايه القرن العشرين الاجسام الدول اللي اشتركت طبعا امريكا من خلال ناسا وكالة الفضاء الروسيه اليابانيه كناديه والاوروبيه تعاونوا زي ما انتوا شايفين محطة الفضاء الدوليه دايما الدول بتبعث تبعث تزويد غداء تبعث اجهزه فسهل جدا الواحد يصل لهاي المركب الفضائيه اليوم بسبب التكنولوجيا انا لن اتفاجه انه راح يكون في عده محطات فضائيه والناس تصير تطلع تعمل الزياره للفضاء وتشوف الكره الارضيه تطلع الفضاء طبعا وتحاول تفهم اكتر واكتر شان بصير في الفضاء اللي حوالينا طبعا التحدي الكبير هو مش بس نطلع على الفضاء وننزل على المريخ لانه هذا نجحنا له طبعا الهدف انه كمان نسأل المريخ ونبني مستوطني على المريخ بالمرحلة الاولى اللي قرر الانسان يصلى الكوكب للقمر عمليا كان بحاجه يطور بدلة لانه قلنا الضغط في القمر منخفض جدا الضغط بالفراغ تقريبا معدوم الانسان لما في داخل جسمنا هواء الضغط جوه اكتر بكتر من بره فالانسان ممكن يحدث عليه ضرر كبير لذلك طور بدلة فضاء هاي البدلة فيها كل الادوات والمجسات اللي اول اشي بتعطيني معلومات وبتبثها الكرة الارضية عن دقات قلبه عن سرعة التنفس وزا ما انتم شايفين البدلة هاي في الى قزازة وعليها طبعا حامل هاي العلبة فيها الاكسوجين لانه بدي يتنفس والاشي المهم انه البدلة بتقدر تحمي الانسان من اشعة الشمس الخطره الارض في غيوم وفي غلاف جوي بصف الاشعة فوق اماكن اللي كان فيها الانسان وين موجود فش غلاف جوي فالاشعة خطره كتير فلذلك البدلة عمليا بتحمي الانسان من الاشعة والاكتر من ايك البدلة فيها نظام اللي ممكن الانسان يتواصل مع الكرة الارضية يحكي مع الكرة الارضية عن طريق بث امواج امواج راديو اللي بيسموها وطبعا البدلة هاي لما بيفوتوا على السفينة الفضائية بيشرحوها اما بيطلعوا من السفينة الفضائية بيلبسوها فممكن نسبح بالفضاء ممكن لما منزل على المريخ نطلع من السفينة ونمشي على المريخ هذا هو حلم الانسان بالالفين وعشرين يطلق المركبة اللي ممكن تصل للمريخ وممكن الانسان يصل لغاد لذلك بدلة الفضاء محكمة بتساعد الكرة الارضية اللي قادة الكرة الارضية يعرف تماما شو عم بيصير بجسم الانسان شو ما دقات قلبه شو ما صرعت تنفسه قداية قوية عم تحجب الاشعة الخطيرة الموجودة برا هاي البدلة بتسمح للانسان طبعا يكون فيها وطبعا كل العالم اشترك في ارسال رواد فضاء اللي بيدربوهن اللي بعلموهن اللي بمروا عدة تدريبات انه يقدر يعيشوا بالفضاء اقول بسؤال البدلة طبعا في بلادنا الان رامون كان اول رائد فضاء اسرائيل اللي طلع واللي كان بالالفين وثلاثة واكيد انتوا سمعتوا انضم الان رامون لسفينة الفضاء كولومبيا ولكن لا اللي صار انه السفينة هاي انفجرت والانفجار اللي صار فيها هي راجعة سبب طبعا انه كل الرواد الفضاء اللي كانوا فيها ماتوا لانه بنزل بنزله بسرعة هائلة جدا دخولا للغلاف الجوي بولد حرارة احتكاك بتولد حرارة كتير ولذلك السفينة اذا فيها خلل صغير بجنحان او باقسام الخارجي ما بتتحمل الحرارة الكبيرة نتيجة الاستضاءة مع الهواء ممكن يسبب الموت وهذا كان واحد من الاسباب الرئيسية اما بدون اي شك انه عمليا اه هذا ومجال مثير جدا فيه خطورة ولكن بنفس الوقت اليوم في كتير مدارس بنت مدارس ومشاريع على اسم الان رمون كنموذج للاستمراريه والبحث وبحث الفضاء لانه بدون اي شك التلسكوب الموجود بالفضاء مركبات الفضاء الى دور كبير كبير يمكن اذا بدي اسألكو كمان سؤال بها الدقيقة تطلعها مركبة الفضاء اي هاي مركبة الفضاء والانسان غذر يطلقها وهبطت بشي محل هتنفكر الدقيقة وين هبطت هاي مركبة الفضاء معانا دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قسم منكو يمكن سمع شاف بدون اي شك كانذا اكبر انجاز عمليا اللي بالالفين واثناش استطاع الانسان في مركبة كيوروستي انه تنزل على المريخ والمركبي هاي بيدروها زي جويستيك زي اي لعبة من الارض والمركبي هاي زي ما انتم شايفين فيه الى ثلاث ارجل يعني زي الحشرة تبنوا نظام المبنى نموذج اخدوه من الحشرات لانه عنده ثلاث ازواج من الارجل لانه ثابت اكتر وشايفين لما هبطت على المريخ بدون اي شك كانت نجاح رائع على كوكب الاحمر كوكب المريخ اللي فيه كمية حديدة كتير عشان كلونه احمر والمركبي هاي تعطينا معلومات اذا كان في حياه على المريخ وين في ماء وين كان في مناطق اللي في احتمال تطورت غيرت حياه والتعرف على بيئة الكوكب الاحمر هذا لانه العالم مخطط وهلأ ناسا عم بتخطط اطلاق سفيني بس المرة مش المركبه انما كمان انسان كوكب المريخ هو كوكب بكبر الارض اليوم زي الارض وعمليا ممكن جدا نظريا تطوير حياه غاد اذا بتن بناء غلاف جوي يعني اذا بناخد مصانع بناء مصانع غاد بيزرعوا نباتات وعمليا المصانع بتطلق تاني بسد الكربون وبتكون غلاف جوي شوي شوي والنباتات بتطلق الاكسوجين ممكن جدا تم بناء غلاف جوي شوي شوي وتحت الارض غاد نعم في ماء بشكل جليد واذا تم اذابته فممكن جدا شوي شوي تتطور امكانيه للحياه وهذا واحد من الاشياء اللي بحفز العلماء بالعالم يبدو يفكروا لبناء حياه على كوكب السياره المريخ اللي فيه الظروف ممكن تهيئ وتسمح لبناء الحياه اذا باللقاء اذا عرضتلكو الوسائل التكنولوجيه التطورات اللي عمله الانسان لمستقبل اللي هو مستقبلكو التلسكوب السفن الفضائيه الاخمار الاصطناعيه استطان بدون الفضاء وبدون اي شك الصواريخ اللي هي بشكل رائع ممكن تطلق مركبات فضائيه وانا متاكد هلأ هي البدايه انتوا راح تكمله بدون اي شك هذا هو مجال مجال التابع اليوم العالم كتير بيستثمر في الفضاء بيستثمر كتير في بعث كتير ادوات الى الفضاء بالاضافه للسفن للاخمار الاصطناعيه لجمع المعلومات وكذلك لا استطان الفضاء واستطان كواكب سياره زي المريخ انا متاكد انه ممكن جدا تدخلوا لمتاحه غاد فيه كتير برامج العاب اللي فعليات عن الانسان بالفضاء تزوروا عمليا الكواكب وتشوفوا شو فيه بالمجالات والتكنولوجيا اللي اتطورت للوصول لهاي الاماكن وبالاضافه ممكن تفتشوا في مواقع علميه زي المرام عن مقالات علميه في هذا المجال او في مجال النيتشر بالعربي اللي مترجمه زي ما انتم شافين ممكن تصوروا الموقع وتدخلوا عليه وانا متاكد انه هذا المجال هو مجالكوا فتعالوا احلموا تعالوا اقروا هذا المجال توسعوا فيه ممكن جدا في نهاية الامر انه ممكن يكون او ممكن تكوني رائد او رائدة فضاء شكرا كتير كتير الكو على انضمامكم لهذا اللقاء وإلى اللقاء للقاءات اخرى